اشتركوا في القناة في البداية عزين نعرف من حضرتك رأيي حضرتك وتقييمك لمستوى الفرق اللي لابت لحد الوقت يمكن دورة طبعا فترة طويلة اكتر من 30 يوم لارتباطات المنتخب الولمبي اللي كان موجود بيلعب في تصفيات المؤهلة للندن في المغرب الفترة دي اعتقد ان الفرق حاولت تستفيد منها وتبدأ تعلى ولكن تلاحظي لما الدوري بدأ بدأ اقوى شوية لان الفرق لعبت في بطولة كاس مصر الاستثنائية فظهرت بشكل افضل اما الفترة دي معظم الفرق اعتقد ان ما عملتش تجارب او ماتشات والدية كبيرة تظهر بالمستوى المطلوب فبالتالي الاداء طلع يعني كأنهم راجعين لسه في بداية دوري طبعا فترة توقف طويلة ولكن النتاج حتى معظم نتاج الاسبوع الاخير كانت معظمها تعادلات باستثناءة مثلا ماتش زي الزمالك والمقاولين ماتش زي الامبي والتليفونات بنسويف ماتشات اللي هي بتالت يبقى فيها عدد من الاهداف ويبكن عايز اقول ان الدوري المصر راجع بعد توقف بشكل بدائي يعني رجع من البداية اكتر مفهوش الاداء اللي كان موجود قبل فترة التوقف ويبكن هي ما بتحصلش غير عندنا بس لما بقى فيه بطولة بيوقفوا المسابقة لكن في كل دول العالم حتى في الدول العربية لما بقى فيه اي بطولة بيخلوا الدوري شغال زي ما هو اللي احنا عندنا بيقوم موقفين الدوري ده بيأثر على مستوى اللعيبة؟ هو لازم يأثر على مستوى اللعيبة لان اللعيب اللي بيلعب على طول وبيبدأ يشارك هو ده اللي لعيب يبقى اجهز اما الفرق اللي بتبدأ تعمل مباراة وديها المباراة اللي وديها بتختلف على المباراة الرسمية خالص لكن المشكلة عندنا للفرق اللي ليها لعيبة في المنتخبات هي اللي بترفض تكمل مسابقة الدوري من غير اللعيب انا ملعبش ناقص لان برضو المشكلة عندنا ان معظم الفرق اللي بتلعب في المنتخبات موجودة يعني في تلات اربع فرق في خمس فرق ده ما في فرق ما تلاقيش منها ولا لعيب اه في المنتخب المقاولين والزمالك من اكتر المتشاط المسيرة كانت تعليقك ايه على مستوى العيبة فيهم وتعليقك ايه على المتشاط عمول يبكن مباراة المقاولين والزمالك كانت مباراة عطانوك زجاجة بالنسبة للزمالك كابتن حسن شحاتة ادى مباراة كويس انتهد بصالح الزمالك 3-1 الزمالك ادى مباراة كويسة وظهر بشكل كويس في ظل ان الجمهور في المباراة دي قدم طابلات كويسة جدا ويبكن اعلن بعدم اهتمامه بعمر زاكي وحزم امام وحسين ياسر المحمد على الرغم من الجهاز الفاني للزمالك ما عندوش مانع ان اللعيبة ترجع تاني في الفترة المقبلة ولكن كانت لافتات الجمهور في المباراة بتعبر عن اللي حجزت ادارة نادي الزمالك علشان تعملوا المباراة في مجملها متوسطة لكن الزمالك كان افضل واللعيبة البودلاء اثبتوا ان هم ممكن يحلوا محل اللعيبة القدام دلوقتي احنا هنستعرض بعض نتائج المباريات المقاسة ومبي 2-1 الزمالك والمقاولين 3-1 غزل المحلة والاتحاد ده 0-0 الجيش والجونة 1-1 يعني نعلق بقى عليهم كده من البداية بنقول المقاسة ومبي المقاسة ومبي كانت مباراة قوية جدا مبي بدأ بالتسجيل ثم استطاع المقاسة بقرد طريق ايحيان يعدل النتيجة من تأخر بهدف الى الفوز بهدفين مباراة الجيش كانت تعادل وكانت من المباراة اللي هي بعيدة شوية في الاداء لكن هي افضل مباراة تعتبر او المباراة اللي كانت فيها اقبال جماهيرة اكتر مباراة الزمالك خاصة وان المباراة الاهلي والاسماعيل كانت موجودة في الاسبوع تم تأجيلها اليوم 26 ديسمبر المباراة الكبيرة بسبب بقى الجماهير وان المباراة من غير جماهير وطبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها جمهور الاهلي او الالتس رفض ان هو يبقى موجود فبالتالي يعني المباراة تأجلت والفترة الجاية برضو هنشوف مشاكل كتير جدا لان فيه مباراة يوم الحد الزمالك والمصري برضو جمهور الزمالك قالوا انه هيحضر المباراة رغم ان فيه عقوبات للزمالك انه ما يحضرش بيحضر من غير جمهور وبرضو الاهلي يحضر من غير جمهور فبالتالي فيه مشكلة كبيرة جدا هتقابل اتحاد الكورة مع جماهير الكورة في الفترة اللي جاية خاصة وان مباراة الاسماعيل تم ارجعها اليوم 26 ديسمبر برضو من غير جمهور والزمالك كذلك جمهور ورفض انه يلعب من غير يعني يبقى المباراة من غير جمهور فاعتقد المشاكلة في اتحاد الكورة لفترة جاي كبيرة وغزل المحلة والاتحاد غزل المحلة والاتحاد مباراة اعتقد كانت اضعف المباريات وانتهت النتيجة بتعادل سلبي بدون اهداف وما اعتقدش يعني الاتحاد في اخر قبل توقف الدوري المكيدة المدير الفني الاسباني حاول انه يخرج الاتحاد من الكابوة اللي هو فيه لكن اعتقد ان الكابوة مستمرة ابراهيم يوسف المدير الفني للمحلة قدم مباراة قوية على ارضه لكن ما قادرش يحقق الفوز على الاتحاد واخر حاجة معانا الجيش والجونة جيش والجونة التعادل واحد واحد مباراة كانت قوية شوية ويفكن الجونة تسايد المباراة وسجل هدفه الاول ثم استطاع طلع الجيش انه يحقق التعادل ولكن زي ما بقولكم المباراة المستوى الفني فيها قليل شوية وفقا للنسبة التوقف الطويلة ده خاليني اسألك دوري العام المصري من السنة الجاي هيكون اسمه دوري المحترفين احنا موهلين نحنا نطلق عليه دوري المحترفين والله قصد دوري المحترفين احنا دايما بنلحى القطر في العربية الاخيرة دايما بنوصل متأخرين العالم بدأ يطبق دوري المحترفين من 2007 من 2007 الناس بتارت تطبق دوري المحترفين 2009 بتدى معظم دول العالم خلاص طبقته افريقيا معظم الدول طبقته يعني حتى دول زي كينيا دول بعيدة خالص عن الكورة بتادي تطبق المغرب السنة دي طبقت دوري المحترفين وكمان اول موسم السنة دي في المغرب هيتم التحكيم ثلاث محاكمات سيدات بيحكموا في الدول المغربي لقورة القدم ودي في الملاعب العربية جديدة جدا فاحنا دايما متأخرين في الفترة اللي فاتت لان اتحاد الكورة المصري بتدى يشغل نفسه بحاجات تانية خالص بعيدة عن الكورة مركز في الاساس لكن الاتحاد الافريقي اعلن رسميا ان ما فيش فريق مصري اشالك في البطولات الدولية الخاصة لاتحاد الافريقي الا لما يكون عندنا دوري محترفين دوري محترفين شروطه سهلة جدا لكن ما تنطبقش على معظم الفرق لازم يعني يكون في فصل الميزانيات خورة القدم ويبقى اللعيب محترف المدرب محترف الحكم محترف لان لسه الاحترافية الكاملة ما وصلتش لفرق كرة القدم احترافية الكاملة في التحكيم هتبقى في عشرين اربعتاشر وفق اللواح الفيفا احترافية الكاملة للعبين مفيش اه اي يعني بيسموه بارومتر لمقياس لاسعار اللعبين المدربين مش محترفين يعني ما عندهوش شهادة دولية معينة تؤهله للتدريب فانت عشان انت بتبدأ البيت من الاخر ولكن في اخر مرحلة هيبقى عندنا دوري محترفين بس على الورق هنزبط امورنا على الورق ولكن على ارض الواقع احنا بعد جدا عن دور المحترفين طيب الاهلي دلوقتي هيلعب ثلاث مباريات ودية عايزين نعرفهم ايه لا اه دولية الدولية ولا العدية لا الدولية والعادية الاسبوعين دول الاهلي مش هيلعب ودية لان وفقا لنظام الدوري الاسبوع التامن الاهلي باي كل تسعتاشر فريق في الدوري كل اسبوع في فرقة ما بتلعبش ما بتلعبش يعني الاهلي الاسبوع ده بالعبش ازدى مالك الاسبوع اللي بعد الجاي مش هيلعب المباراة الودية اللي عند الاهل الفترة اللي جاية هي مباراة ودية. تلات مباراة تعرضوا على النادي الاهلي الدولية. بايرن ميونيخ. وده هيلاعب النادي الاهلي في الدوحة. هم. ودي مباراة مهمة جدا هتبقى في شهر يناير. ايه. والمباراة دي تعمل لها السعادات كبيرة جدا لان بايرن ميونيخ بياخد شهر آآ تدريبات في قطر. الدول العربية بقت تعمل منتجات وبقت تعمل ملاعب عالية جدا وبيتت أهل الفرق الأوروبية أنها تعمل معسكرات فيها. فأنا شايف أن المباراة دي كان من الأفضل أنها تقام في مصر. أنا بقى المنخ نعنده لسعادة. لكن السفارة الأمنية وفقا للظروف الألمانية وفقا للظروف المتاحة ما وفقتش. في مباراتين تانية معروضين على نادي الأهلي. ريال مدريد في شهر أغسطس. وأتليتكم مدريد في شهر أغسطس. أعتقد لو النادي الأهلي جاهز هتبقى مبارات كويسة. خاصة وأن الفرق الكبيرة دي على مدار التاريخ بتلعب الفرق دي يعني 3-4 مرات أو حاجة. في ناس بترجع تتكلم عن مقاوية الزمالك اللي هو الزمالك لعب فيها أتليتكم مدريد. وأن ما فيش فرق كبيرة جات أكبر من أتليتكم مدريد. أنا بقول أن الظروف الأمنية برضو هي اللي عجزت عن تحقيق أن فيه فريق كبير مثلا زهرية المدريد مش أتليتكم مدريد يجي لعب ندي زمالك في المقاوية. يعني حركع تاني طبعا نتكلم على الدوري العام بس عايزي سألك على ظاهرة غريبة جدا هي طريفة كانت مش غريبة بس بدأت تقصر بشكل كبير أوي فترة اللي فاتت. كل برامج الرياضة بقت بتتكلم في السياسة. آه. يعني ساعات نفتح كده برنامج هدنة يعني نريح شوية كده نفتح برنامج الرياضة عشان نشوف تعليق بعد الماتش. نلاقي خمس دقايق عشان دقايق بالكتير بنكلم في تعليق على الماتش ومستوى العيبة وباي الحلقة كلها بنكلم في السياسة. استورى بقى لا انا اقول لها داك حاجة. في الاول كان العكس. في الاول كان كل البرامج والتوكشو والسياسة بتكلمه في الرياضة. لان الرياضة كانت محققة في الفترة اللي فاتت نتائج كويسة وكان المنتخب المصري. متسايد البطولات الافريقية. والفترة اللي قالوا ان فيها النظام قريب من كرة القدم والاجواء والاغاني الوطنية عشان الكرة والمزيكة والصور والكلام دا. فكانت ساعتها كل برامج التوكشو كلها كانت موجهة بشكل يعني غريب جدا على الكرة. دلوقتي العكس برامج الكرة او الرياضة بتاعت تتجه للحدث مع الحدث دلوقتي كله بيتكلم في الصورة خاصة يعني الرياضة المصرية في صورة 25 سقطت سقوط طريب جدا لان اسماء قليلة جدا في الوسط الرياضي اللي بتاعت تنزل الشارع وتبدأ تلتحم بالناس وتأخروا جدا في عدد كتير جدا بالعيبة تأخروا وبقى تحجت بعض الرياضيين اننا ما نقاش في السياسة فالبرامج الرياضية عايزة تقول اننا اللي لنا في السياسة مش مهم مين يتكلم انما المهم الكلام يبقى مفيد والمهم يبقى فيه تركيش شوية برامج التوكشوز والبرامج العامة عموما المفروض ان هي تتكلم في كل المجالات تمام يعني ده ان هي تتكلم في الرياضة ده يحق لها بس هل من مفترض ان انا اسمع سواء ناقد رياضي او معلق رياضي او موزيع رياضي بيكلمني في السياسة هو فيه مرحلة بيبقى فيها الجذب الحدث هي الصور الحدث هي الانتخابات الحدث هي محكمات بعض الفاسدين فبالتالي هم مركزين مع الحدث النهاردة لو واحد جاب برنامج رياضي لا بيتكلم في حاجة واحدة بس وفرقة دي كذبت كذا وفرقة دي خسرت كذا وهو برنامج متخصص هيبقى في نفس التوقيت بيبقى فيه برامج تانية هو بيحاول يشتغل تكرا يكون ليه مصدقية لا بس انا بقى عايزة يعني اتفرج على حاجة تانية ساعة الناس عايزة خلاص تفصل شوية عن الثورة وعن الانتخابات عايزة تتفرج على يعني على حاجة مختلفة كويس بنلاقي برضو بيتكلمه في نفس الموضوع هو البرامج شوية طمعين عايز الجمهور كله يتفرج عليه فعايز يقدم الخدمتين في وقت واحد ولكن هل مقدمي بعض البرامج الرياضية مؤهلين لتقديم دو حالين مصدقية المصدقية دي قصة تانية لان في بعض ممكن يعني في موزيع جيد عنده ادوات ممكن يتكلم بشكل معين اشبه بالتمثيل يخلي المشاهد مركز معه قوي المصدقية حسب الخبر اللي هو بيجيبه لان هو ما بيبقاش مصدر هو بيبقى ناقل الخبر فبينقل الخبر لو عارف ينقله بشكل كويس ومع عدد كويس ومع فريق اعداد كويس بيزيع تقرير كويسة ومع بقس ان جي طالع من قلب الحدث بكاميرا وكل الكلام ده بيفرق انما لما يبقى بيتكلم بس من غير ما بيكون معه ادواته اعتقد ان شاشته بتبقى قليلة والناس بتفرج على الشاشة وخاصة ان الرموت كنترول ما خلاش النهار ده حد يتعب خالص هو قاعد مكانه بيجيب 300000 قناة اللي موجودين دلوقتي الالتراس احنا اتكلمنا عنه وعن تسببه في تأجيل المباريات حريك تقدر تتكلمنا عن الموضوع بالتفصيل شوي لا هي فيه ازمة بقى موضوع الالتراس ده بالذات وانتوا بقى اللي هتدخلونا في موضوع الثورة يعني فيه قصة الالتراس قبل الثورة كان فيه ازمة بين جماهير الاهل وجميل زمال وجميل السماعيل المسمى بالالتراس وهي مجموعات من الروابط الجمهيرية لها شكل معين الالتراس فيه ازمة وفيه طار بينه وبين الشرطة اما بترت فيه ثورة بقى الالتراس مكان جوال ثورة ومكانها مشتدفة وعمل شغل كويس لكن احداث الاخيرة انا شايف ان شارع محمد محمود معظم اللي كانوا موجودين فيه كانوا الالتراس ساعتها وكان فيه حالة من العداء بين الشرطة وبين جماهير الالتراس قبل ما نفك اي حاجة لازم نحل الازمة اللي موجودة بين الجماهير وبين الشرطة لان الجماهير خلاص ما بقتش مستوعبة يعني هم اتظلموا كتير في الفترة اللي قبل الثورة وكانوا بيتعاملوا بشكل مش مزبوط حتى كانوا بعضهم بتحرم ان يخش من الاعلام او يشجع او فده اثر عليهم واثر على تشجيحهم فبالتالي خلاص هم حاسين دلوقتي هم بقى ليهم كلمة فهي المشكلة ان انا مش عايز انا نسلفات لكن انا المفروض ابدأ صفحة جديدة وابدأ اشوف المشكلة اللي بيني وبين الشرطة احلى للأسف ادارات الاندية او الاسماء الكبيرة اللي هي في كل فرقة ما بتقدرش يعني ما فيش حد عمل مبادرة معينة يبدأ يعمل بيها عملية صلح بين ادارات الداخلية وبين الجماهيات ماتش الاسماعيلي وفقا لليحة اه لاتحاد المصر للكورة الخدم والاهلي الاهلي هيلعب المباراة من غير جمهور جمهور الاهلي اعلن على ويب سايب بتاعه الالترس انهم هيروحوا المباراة لو الجمهور دخل الملعب والمباراة شغالة وفقا للليحة المباراة بتعتبر للفريق المنافس لغير اتنين سفر فبالتالي الاتحاد علشان يخرج من الازمة اجل المباراة طيب يوم الحد الزمالك والمصري بدون جمهور جمهور الزمالك برضو زي جمهور الاهلي ده المباراة كلها تلعب المراضي بالغير جمهور اعلن اللي هو يحضر المباراة طب الاتحاد الكورة هيعمل ايه هيعمل نفس القص هيأجل المباراة في النهاية انا عايز اقول لحدك ان الاتحاد الدولي للكورة القدم الفيفا وفقا للليحو مفيش عقوبة اسمها تلعب بدون جمهور يعني ينقلك ماتش بره ملعبك يغرامي الغرامات مالية انما عقوبة بدون جمهور دي مش موجودة غير عندنا بس ولكن انا بقول برضو تبا اقول ليه ان النوادي سمحت طالما شمهور دلعقوبة دي اسمها